عليها لحد النهاردة هياخدوا كتير جدا حالات بقول لكم حاجات واخواتنا اللي موجودين بره السيد رئيس طرح مبادرة من 3 سنين يا جماعة اللي بره واشتروا ارض واشتروا اراضي وبيوت وحاولوا دولارات من بره ودولارات ضاعت لدولاراتهم موجودة ولا خدوا حتى حتة ارضة يبنوا عليها حاجة وكان مفترض ياخدوا مساكن وبتاعه فيلال في سحل الشمالي ولا في هنا ولا انا مش موجودة فيه ناس حط ايديها على الكلام ده ولا حد بيواجه لازم نواجه الحقيقة دولة القانون 15 مايو دولة تطبيق القانون على كل ومو هقول كلمة السيد الرئيس عرض عليه تاني عرض عليه مين واخد ايه ساعة شانت بقى عارفين الحكاية واخرها ايه مين واخد ايه فين في كل حتة في مصر اسماء اسماء كتير كبيرة كتير يعني وفي جهات وحاجات وكده يعني كانوا متوقعين انه السيد الرئيس يقول لك طيب كلمة اللي خرجت وتقالت يطبق القانون على الجميع ما فيش اسماء لأي حالة تاني القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأي حالة حدش يقول انا القرار كده انا بقول له القرار كده وكل حالة هتتابع كشف ده عملته ايه اللي يقانن اهل وسهل ما يقاننش هيتاخد منه الارض بس فالناس تم عارف الحكاية ابعتها ايه ورحل فين فيش حد فوق القانون في كله يطبق عليه شرفنا النهاردة النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعب مجلس النواب نائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب الاستاذ احمد سيد جمعة احد